بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع معكم في هذا الفيديو تداعيات الزلزال المدمر والذي ضرب المغرب الشقيق هذا الزلزال والذي وصف بالأعنف منذ قرون والذي أدى إلى انقطاع الطرق إلى مركز الزلزال ودعوات للتبرع بالدم لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية في البداية نتوجه بخالص العزاء لإخواننا في المغرب في هذا الحدث الأليم والذي ألم بهم داعين الله سبحانه وتعالى للشهداء بالرحمة وللمرضى والمصابين بالشفاء العاجل تواجه السلطات المغربية السبت أزمة في مواجهة تبعات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من ستمائة شخص ووصف بأنه الأسوأ منذ قرن حيث تسببت الكميات الكبيرة من الحجارة المتراكمة في إغلاق عدد من الطرق التي تقود إلى المناطق المتضررة مما يعيق وصول سيارات الإسعاف والمساعدات ونقلت القناة المغربية الرسمية الثانية أن الطريق الجبلي الذي يوصل إلى منطقة إيغل بإقليم الحوز وهي مركز الزلزال يشهد انهيارات صخرية كبيرة حيث يقع في منطقة جبالية صعبة في سلسلة جبال الأطلس وأصبح مواطنون وسيارات إسعاف وطواقم صحفية عالقين في هذا المحور من الطريق في انتظار الوصول إلى مركز الزلزال في وقت تعمل فيه السلطات على إزاحة الصخور الكبيرة المتساقطة بواسطة الجرافات وأعلن التلفزيون الرسمي المغربي أن حصيلة القتلى وصلت إلى 632 شخصا فيما بلغ عدد المصابين حوالي 329 شخصا بينهم 50 في حالة خطيرة ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية السبت عن المسؤول بالمعهد الوطني للجوفيزياء ناصر جابور قوله إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب دعوات للتبرع بالدم وسجل المعهد الوطني للجوفيزياء هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على سلم رختر بإقليم الحوز ووقعت الهزة حوالي الساعة 11 و11 دقيقة بالتوقيت المحلي مساء الجمعة هروب إلى البحر ونقل موقع هسبيرس المحلي أن عددا من المواطنين في الرباط هربوا من منازلهم بعد الزلزال الذي شعروا به تخوفا من احتمال وقوع هزات جديدة بقوة أكبر ونقل الموقع عن أحد المواطنين قوله الأمر كان مدهشا للغاية وغير متوقع بالمرة مما خلق حالة من الهلع كما توجه كثيرون إلى البحر وافترشوا الرمال وقالت امرأة غادرت منزلها رفقة بناتها الثلاث مع الهزة الأولى أحسست بخوف شديد مما دفعني إلى حمل بناتي على الفور والركض بشكل هستيري نحو البحر وأضافت الخوف الذي انتابني كان جراء تذكر أحداث زلزال تركيا التي لا تزال في مخيلتي والتي ترسخت عبر الأخبار والفيديوهات التي كانت تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكن المسؤول بالمعهد الوطني المغربي للجوفيزياء ناصر جابور حذر في تصريحات للتلفزيون الرسمي المغربي من أن هذا سلوك خاطئ مشددا على أنه لا يجب التوجه إلى البحر مطلقا خوفا من وجود موجة سنامي مرافقة للزلزال وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدم الإنترنت حطام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط الحجارة وقال مواطن من سكان مراكش لوكالة فرانس بريس حوالي الساعة 23 شعرنا بهزة عنيفة جدا وأدركت أنه زلزال رأيت مبان تتحرك ثم خرجت ورأيت أشخاصا كثيرين في الخارج كان الناس جميعا في حالة صدمة وذعر كان الأطفال يبكون والأهل في ذهول وأضاف انقطعت الكهرباء عشر دقائق وكذلك شبكة الهاتف لكنها عادت الجميع قرروا البقاء خارجا وكان المغرب قد شهد في 24 فبراير 2004 زلزالا قويا ضرب محافظة الحسيمة شمال شرقي الرباط وتسبب في مقتل 628 شخصا وكان الأقوى في فبراير من عام 1960 حين ضرب زلزال مدينة أكادير وأسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وبحسب فرانس بريس كان هذا العدد يمثل نحو ثلث سكان المدينة أنذاك مبان تاريخية دمرها الزلزال فيما حدد مركز الزلزال جنوب غربين مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كم جنوب العاصمة الرباط ووقع بعيد الساعة الثالثة والعشرين بالتوقيت المحلي وأفاد مسؤول بالمنطقة أن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها كما أدت الزلزال إلى تدمير عدد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم في حالة من الظعر وذكر سكان في مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال أن بعض المباني انهارت في المدينة القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة اليونسكو وعرضت تلفزيون المحلي صورا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة في الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظ المغرب وسائر بلاد المسلمين وأن يكتب الرحمة للشهداء وأن يربط على قلوب ذويهم برباط الصبر والإيمان كما نسأله سبحانه الشفاء العاجل للجرحة وأن يعوض كل المتضررين عن خسائرهم كما ندعو العالم الإسلامي للتضامن مع أهلنا في المغرب وإمدادهم بما يحتاجون فالمغرب الآن يناشد العالم الإسلامي بالوقوف معه في هذه الأزمة وفي هذا المصاب الجلل والذي ألم به حفظ الله المغرب ووقاه الله كل مكروه وسوء متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا